خلينا نروح بقى لمعتز مطر هذه النطفة الشيطانية معتز مطر بالتأكيد نطفة خرجت من رحم هذا الرحم شيطاني في المقام الأول والأخير وبقول بشكل واضح انه الشكل الشيطاني اللي عليه معتز مطر التكوين الإبليسي اللي عليه معتز مطر واضح للجميع بشكل كفاك أن تنظر إليه ليعتريك حالة من الاشمئزاز حالة من القرف الشديد لأن واحد باع وطنه بسمن بخص واحد باع ضميره واحد باع كل ما يملك لم يعد لديه شيء إلا لسان يستحق القطع لم يعد لديه أي شيء فقط هو ينظر إلى نفسه في المرآة والله لو نظر إلى نفسه في المرآة لبسق على وجهه هذا الشخص الشيطاني النطفة الشيطانية فعلا لا يمكن أن يكون هذا إلا نطفة شيطانية وضعها الشيطان في رحم موبوء وضع هذه النطفة شيطان في رحم موبوء ويتحدث بحديث ويقول هي لله لم يكن هناك من يتحدث باسم الله ولم يكن هناك من يتحدث باسم الدين وهو عديم الأخلاق تاني بقول أنا بقول أنه ليه بقول هذا كلام بقول أنه دائما ما يتطاول ودائما يحاول أن يتطاول على الهامات يتطاول على وطن يتطاول على هامة وقيمة وطن وكنا له بالمرصاد